اشتركوا في القناة رحال اختار دول ومدن حول العالم ينطلق من الكويت عشان يطلع على ثقافات الشعوب من خلال زيارة الاماكن المختلفة وصلنا حق واحد من اهم المعامل الموجودة في بنما قناة بنما ويختار رحلات بعيدة عن السياحة المعتادة عشان ينقل لمتابعين صور لاماكن متنوعة ومختلفة من العالم لقى وقاس قاعدين بعض فقررت الحكومة انها تنهي فشلون طريقة احرقوه خلال خمسة ايام كانوا ببالهم انه خلاص ينتهي ولكن اليومنا هذا النار قاعدة تشب ويكشف لنا من خلال تواجدة في رحلة مليئة بالمغامرات بنتكلم عن مغامرات ورحلات مع الرحال عبدالله السنعوسي الحين في ليالي الكويت ترجمة نانسي قنقر بما اننا احنا بدينا بعام دراسي جديد نتحمد للناس اللي ردوا من السفر الحمد للعلى السلامة وبالنسبة للسفر نادر يمكن اغلب الناس نشوفها تتجه الى وجهات معينة صح خصوصا نشوف خلال وسائل التواصل الاجتماعي نشوف تركيز الناس في مدن يمكن تنعد على الاصابع وفي ناس ليلا ما تحب تغامر مثلا لندن خلاص لندن باريس خلاص تركيا تركيا لا غامر روح شوف اماكن يديدة واستكشفها الناس مثل ما تفضلت عادة ما تحب اليديدة تحب الكومفرت زون لكن اليوم معانا شخص طلع بره الكومفرت زون طلع بره منطقة الراحة وفر العالم واغلب العالم معانا الرحالة عبدالله السنعوسي ساعة المباركة عبدالله ساعتك أمرك شغلتين في البداية على السريع جوازك كم ختم فيه؟ جوازي أنا أجدده تغريبا كل سنتين حسب الوجهاتي الشغلة الثانية ايدك اللي سار مجموعة السوارات حتى لا يساء الفهم شلو موضوع هالسوارات اللي بايدك اللي سار هذه اللي كانوا دبل لكن الوالدة ما قصرت زفتني فقلتهم شوي هذه الدول اللي تترك فيني بصمة وتعلق فيها حطها ذكرى أن تكون موجودة هذه من كل دولة تقريبا سوارة سوارة العادة الناس تأخذت المغناطيس المغناطيس بيداليات مشال الله أنت تحب الأساور زين عبدالله أنت مثل ما قلنا ومثل ما شفنا في المقدمة تروح حق دول ما عليها أقبال ما الذي يشجعك أنك تطلع برى الكمفورت زون وأنك تروح حق هذه الدول يعني بالبداية الناس يمكن مثل ما تفضلت وقلت الناس تحب تكون بالكمفورت زون الدول اللي روحوا لها عادة وكل الكويتين روحوا لها هذه الدول يمكن حلوة أنا مو ضدها أنه أنا يمكن أنا ما أروح لها وايد كرحلات عائلية بس أنا شخصيا أحب أسافر حق دولة تضيف لي كمعلومة كشيدية تعلمتها سواء أن تحدش عن الديانات العادات الثقافات الأكلات الشغلات شو هم شو نعايشين يعني وايد في دول مو ما صلت عليها الأعلام يعني يمكن ما تلقى عنها معلومات فأنت مضطر لأنك تزورها عشان تعرف هالدول شنو فيها شنو يتميز فيها أبد الله ما بي أقاطعك أنا ما عندي حس المغامرة أنا كنادر ما عندي حس المغامرة لسبب بسيط أنا وكأنني رايح للمجهول الأول حين أنا بستفيد من خبرتك أو المشاهد يستفيد من خبرة الرحالة عبد الله شنو المفروض أنا أسوي أباروح كوبا أنا معجب بتقريرك مع الكوبا وقال أسولف مع ليلا قبل شوي قال أقول والله هافانا جميلة لكن أجه لها تماما أنا ما بيروح للمجهول شنو المفروض أسوي يعني شوف أنت كبداية طبعا أنا أي واحد أنصحي يسافر خصوصا الدول اللي يديد عليه لازم تتوي بحث قبل أن تروح لها تعرف فين شلون فيزتها طبعا هذا أهم شيء شنو النظام هناك الفنادق سهل تحجز يعني والأفضل تقدر تنظم عن طريق شركات سياحية تقدر تدش جوجل تكتب اسم الوجه اللي أنت تروح لها يطلع لك شركات تتنظم لك وتريحك خصوصا الأمور السكن والطيران وغيرها يعني مثلا دولة تركمانستان تورحنا لها ما تقدر مثلا إذا تروح طيران داخلي من منطقة لمنطقة كشخص غريب أو شخص غير مقيم ما تقر تحجز فلازم شركة تنظم لك الأمور هذه فقبل الوجه اللي أنت رح لها لازم تسوي لهذا الريسيرج كامل عن الدولة شلون تقدر تروح لها جميل الآن تكلمت كذلك عن بعض الدول أنت اللي ما عليها توجه سياحي اللي لربما أهلها يواجهك تحديات معهم شنو هالتحديات اللي يتواجهك والله وايد يعني في دول خصوصا اللي احنا ما عندنا نعلم فيها نجهلها يعني واحدة من الدول اللي رحنا لها مثلا الشعب من غلق في أفريقيا وما يبون ما يبون سياح ما يبون ناس دخيلين كنون عليهم فحتى التليفون والتصوير هناك الشي يعني نحن هنا متعودين نتمشى نصور هنا هناك ما عندهم مشري مرفوض مرفوض ويرفض أنك أنت تصوره فهنا نحن لازم نعرف هذه الدولة التي نحن رحلها شعبه ممكن يتقبلنا بس أنا بالنسبة لي هذا يعطيني شغف أن أعرف أنت ليش قاعد تصرف شديد ليش أنتوا عايشين بالانغلاق هذا وليس فقط أفريقيا هناك دولة بشتى العالم لماذا الآن يمكن دول مغلقة و لا نفتحها على العالم على طريق أفريقيا عبدالله يا إنتبارك الرحمن وأنا قاعد أتابع لك بعض الفيديوهات خذت على عادقك وكأنك تبت تكتشف أفريقيا من جديد رحت أكثر من منديرة منها التي ليست معروفة على الخريطة لا هي معروفة سياحيا صح كيف رأت القارة السمراء كما يحب أن تلقب كيف رأتها؟ أنا أفريقيا دائما أقول لحق الناس من أقرب القارات لي قارات غنية 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 جدا بالقبائل التي فيها بالأمور الغريبة التي فيها يعني خذينا جولة فيها أنا وصديقي لفين واحد دول والقبائل شيء ثاني شيء عمرنا ما سمعنا عنه يمكن أنا في شخص قال لي عبدالله أنت ليش تروح لأماكن يعني كل شيء تحصل بالنسبة قلت لا ليس صحيح يعني زرنا واحدة من القبائل بدولة الكاميرون كان عندهم مثل احتفالية تصير مع كل رئيس جديد حق الحاكم اللي عندهم فلما رجعنا لكويت قاعدنا نحاول نطلع معلومات أتكلم ما في أي معلومة عنها والغريب أن لما دشينا القصر مالهم الصور القديمة اللي كانوا حطينها كانوا حطين ناس لابسين عقل وبشوت وهذا يعني شغلات قريبة من ثقافتنا العربية جميل فشلون ثقافتنا العربية وصلت حق دولة الكاميرون هناك فعني الأمور هذه ممكن صعب نحصل لها شلون وصلت للمعلومة ولا ما وصلت للمعلومة ما وصلت لأعني حتى حتى بالفرنسي لأنهم يتحدثون فرنسي حاولت أدور بالفرنسي ما لقيت مصادر حق معلومات هذه نعم عادة عبدالله اختلاف الثقافات بين هذه البلدان تولد مواقف مواقف ربما تكون طريفة مواقف ربما تكون صعبة مواقف تضيف لك طبعا فممكن تكلمنا عن بعض هالمواقف خصوصا أن هناك ثقافات أنت حين قلت عن الكاميرون أنه عندهم عقل وبشوت ما كنت راح تصور أن هناك عندهم ثقافة مشابهة أنا دائما أذكر واحدة من أغرب المواقف التي بحياتي صارت لي بدولة الكاميرون زرنا قبيلة اسمها قبيلة الأغزام بجميز اسمها تشديد اسمها قبيلة الأغزام و متواجدة كذا دولة بأفريقيا من عرق واحدهما معدل طولهم من 120 إلى 130 سنتيمتر تقريبا أنا شخت عليهم هناك راح يستنسوا و أنك صار عندنا نعم هناك طالعهم من فوق الدرب كان بعيدا خصوصا أنهم عايشون بداخل الغابات لا عندهم لا هويات لا مدارس لا نظام صحي منعزلين عن العالم وصلنا تقريبا قدينا درب ساعتين ثلاث بنصف الغابة لين وصلنا يوم وصلنا كان يقولون أنه عندنا حالة وفاة يعني هنا تحبطنا أنه يجب أن نرى هذا لكن طلع على المغاير تماما ورّونا ما هو المراسم العزل الذي لديهم كنا واقفين مكشوف و سقف في كيربي وضع الجثة بالنص و كل القبيلة كانوا بحالة غير طبيعية و لا أدري هل هذا اعتقاد عندهم أو شي أنه شخص كان توفي نحن نتفهم أنه غير عنه فحاولنا أن نستوعب ما الذي يحدث الغريب أنه كانت الجثة موجودة و دار ما دارها قاعدين يرقصون فلما قربنا منهم منسكوني و دعوني أرقصوا أياهم الله يطيك العافية فأنا هل أرقص و أنا مستانس أو و أنا زعلان لأن أنا ذات عزة فكان موقف غريب جدا بالنسبة لي بعدها و رون ما يتعالجون طبعا كلهم في الحياة الطبيعية من الأسجار يقصون وهذا نظامهم أرجعك لي هافانا و كوبا و تقول و تسول و ليلة أشارت لك أن القطر و العقل شاهدتهم في قبيلة من القبائل في الكاميرون في كوبا عندهم مسجد وحيد اسمه عبدالله متحف جنا اسمه عبدالله صح قصيدة لأحد الثوار عندهم قال عبدالله أخاف ما ينين عليك لا أدري لما قال القصيدة السالس ما ينين عليك صح كوبا من الدول الغريبة جدا بسبب الحصار الذي حصل عليها من الأمور خصوصا هبانا و المباني الملونة دولة فيها حياة على الرغم أنهم منعزلين لكن هناك لا يوجد المنتجات العالمية ولا المطاعم ولا الكافيهات كل شغلة محلية حتى الانترنت هناك صعب الوصول له الانترنت موجود مثلا بفنادق معينة و كل فندق أنت فيه يعطونك مثل فاوتشر ساعتين أو ثلاث ساعات و يفصل و جدا جدا بطيء فهما هناك الشعب لا يدعون عن العالم عايشين مستنسين فكانت من الأمور الغريبة عني شغلنا هناك الحين أنت تكلمت كذلك عن الأكل يمكن لربما الأكل جزء مهم في اكتشاف ثقافات الشعوب إذا أنت رايح ديرا لا يعرف ثقافتها ولا ثقافتها لها ولا أكلها و في بعض الناس لربما يكون انتقائيين في أكلهم فهل واجهت صعوبات أو واجهت وتحديات في الأكل طبعا بالنسبة لي أحب أن أجرب الأكل خصوصا الأمور الوكال لكن بأفريقيا أغلب الدول والأماكن الفقيرة يأكلون أي شيء هناك أي شيء يجدون أذكر بأحدة من الدول ونحن بالسيارة رأينا واحد ماسك حية وحيوان ثاني صارتنا سحلية أعتقد اسم الورل أو شيء شذي يوم سألناهم ما هذا وهذا للبيع نبي و الله دشينا وطبخونا إياهم وهذا وكانت أول مرة نجرب الأكل لا يعني هو صعب كله شوكو هذا بس بالنهاية تجربة روسيا يقول لك وموسكو من البلدان قبل يقول لك كان غريبا نسمع أحد رايح روسيا أو موسكو الآن شبابنا وربيعنا ريلهم خذت على المكان موسكو ديرة ثانية كأن قارة ثانية عالم آخر من خلال زيارتك وراصدك شنو اللي يميز روسيا روسيا يعني من الدول العظيمة والكبيرة والجميلة يعني أغلبنا التصور اللي كان عن روسيا لما رحت هناك لا شفت شي مغاير يعني بغض النظر عن الأمور السياسية أنت لما تروح هناك سايح لا بالنسبة لي أشبه بأوروبا يعني السوق المطاعم الكفهات البنية تحت والإنارات بالشوارع فقلت لهم آه هذا يعني إحساس أننا شتا نقول لا نحن أربع مواسم عندنا كل موسم لازمنا مختلفة فهناك جدا يهتمون بهذه خصوصا أننا الآن افتحها ورحلات من الكويت فصح على كلامك الناس خذت و الآن الفيزا بعد صارت أونلاين فقعدت تسهل الأمور جميلة جدا روسيا ترك كومانستان ليلة خوش معلومة عندهم حاكم قبل كثير منهم متسلط خذتها من عبد الله نحن ليس يناير فبراير يرمار سيبريل لا ألغى هذا الأمر تخيل لو كان عندها بنت اسمها ليلة أسماء الأشهر على بناتها يعني يولد كومانستان هذه الدولة زرتها من شهر 7 تقريبا ومن أغرب الدول التي زرتها بحياتي حاكمها القديم السابق وهذا معاملة قدسية يعني حتى بالمساجد يجب أن يكون موجود الكتاب هذا فمن الأمور التي حاطها المباني بالعاصمة بأشقباد كلها بيض كلها بلس ثناء أبيض كلها أبيض وتصنف كأبيض مدينة بالعالم حتى السيائير الموجودة هناك ممنوع تأخذ سيارة ملونة سيارتك يا أبيض يا سلفر لا تطلع بأيض هلونين تبقي سيارة ملونة فكانت من الأمور الغريبة أن الحاكم حط الأمور هذه يعني نقول على مجتهاته سبحان الله كانت شغلات غريبة التي رأيناها هناك جميل الآن عبد الله مع اكتشافك لكل هذه الثقافات المختلفة في جميع الدول كل دولة تختلف ثقافتها عن الأخرى هل إذا نحن بمجتمعنا هناك ثقافات تختلف صحيح فهل خلاك هذا الموضوع أكثر تفهما أكثر تقبلا شلو نأثر على حياتك أنت الشخصية صراحة أنا وائد تغيرت بعد السفر أنا عشان شديد يعني وائد أنصح ربعي على قولتكم طلعوا من الكمفورت زون روحوا شوفوا ثقافات ثانية رح تتغيرون يعني احنا يمكن لما ننتقد أو نشوف بنظرة غريبة أن هذين ليش قاعد يسوون شدي ولا هذين شون يسوون شدي لأننا عايشين احنا بمكان واحد وبثقافة متشابهة فنستنكر يمكن بعد ثقافات لكن لما تذهب لهم يعني أنا متأكد حتى هما يستنكرون ثقافتنا ما في أحد صحب بس حلو أن الواحد يعيش بالتنوع هذا حلو أن الواحد يتعلم الثقافات هذه المتنوعة هذه وايد تضيف لنا ويعلمنا كيف نتعامل مع هالنا بلدان كثيرة عبدالله من البلدان اللي حد الحين حاطة في خارطة طريق عبدالله أن أريد أن أزورها لا أعلم البرازيل الارجنتين هذه إن شاء الله عندي خطة على السنة اليايا إن شاء الله ستكون زيارة حق أمريكا الجنوبية طبعا نهم من الدول الغنية والمتنوع الثقافيا عندي آسيا أريد أن أستكشفها دول المحيط الهادي أريد أن هناك شيء مختلف شيء ما أشاهدنا من قبل فالعالم كله العالم موايد كبير وموايد حلو وموايد غني فحلو أن نزورها ونستكشف في الأمور هذه جميلة زيل عبدالله قبل لا نختم الحلقة صورتك مع الأسد هذه صدية هذه بالسنغال يسوون رحلات تتمشي مع الأسد طبعا التجربة هذه دولتين بس بأفريقيا وأعتقد الآن بس واحدة بسبب منظمة حقوق الحيوان فمن تجاوب الخطرة اللي لا يستطيع أفعلها فكان شيء غريب تتمشي يا عبدالله تتمشي أي أسدين وتتمشي وياهم لا إله وماينين عليك والموضوع طبيعي ووقتها أنا طبعا لازم القلب ميت أنه تتمشي أنت جدامك ملك الغابة لأنه لا تفهم أنت مو قطوة لجدامك لا تقول لك هل هناك معايير للسلامة في الموضوع لا 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 أفريقيا نفس ما تفضل نادر ماينين عليك اي 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 لا لا أنت ودعاء الوالدين عبدالله عبدالله شوف أنا من الناس اللي أحيي فيك هذا الأمر وأحيي فيك روح المغامرة والرحالة وشغف قوة خاص فيك وقعد تنفع الناس من خلال المعلومات والأمور التي تنقلها بين وقت ووقت نسمع هناك إشكالية مع هذه الديرة إشكالية مع هذه السياحة في هذه الديرة نصيحة من خلال جولاتك وسفراتك للمشاهدة تابعنا في اليال الكويت ما تقول لك الناس مثل ما قلت لك الواحد لازم يبحث قبل يروح الوجه الذي يريح لها وشغلة ثانية جدا مهمة هناك كلمة قال لنا سفير الكويت في بوتان قال لنا أنت السفراء لأن أنتم تمثلون الكويت ومثلون هذه الدول نصيحة لأن نحن بأي دول نروح لها نمثل الكويت سواء كتعامل كأخلاقيات هذه الأمور لأن تمثل الشعب كامل أو ممكن لم يتمثل الشعب الكويتي كأعرب وكمسلمين هذا ننقل صورة لما نروح الدول نمثلها لازم الشخص يحسن تمثيل المكان الذي طالع منه نعم ونعم فيك الرحالة المستكشف عبدالله السنعوسي شكرا جزيلا الذي يجبك معنا ما قصرت والناس بوجودك المحبب والمفضل من الرحالة والمغامر عبدالله وصلنا إلى الختام لكن فقراتنا ما خلصت تيالي لنروح نسير عندنا فقرة تسيورة مع زينب نعم لكن نقول حق مشاهدين الحين تصبحون على خير في أمان الله السلام موسيقى موسيقى موسيقى